مصر والشركة الأوسط وأفريقيا وللأسف مفيش حوالينا حد بيانبو تصنعها زي اللاكسيرة غير إيران وإسرائيل وتركيا بتهيائي ده خطة حمر لنبة حمره تنور في مبنى الياسة الجمهورية وتقول يا ناس بكسيرة أمن قوة من ساعة ما جيت قلنا حنبدأ نعمل إعادة هيكلة إيجارية نعمل نظبط ناكل الأنشطة الخسرانة بالنسبة لي أنا بشكل الخدمات التالية بس ساعة ما وصلت للتعصر بإني مش قادر أبض الموظفين وإني لما بأربضوا 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 جزء باسم المرتاج وجزء تأمينات في المعاشاك لأنه هم كي دخل فيه سبني يعني لا يا ليك بينا ولا ليك بالمصريين أننا كيادة ينهار أشكر من قبل رغمالية أنها رفضت انهار المكان وأشكرهم مرة تانية أنهم ما سبروش علي أكثر من كده قاعد أقول لهم بكرة هي جي رئيس الغارة لأها بحاجة لأها نعمل واضح أن صدق الحاجات اللي انتم عملتوها سامعة وزارة المالية بالوقت وبرضو خاليني أقول إن ممكن يكون السبب براء النازة هو وصول الوزير الصحة مبارك وعرف بالموطوع والمؤتمر الصحفي وفي القصة دي أعتقد إنه ضغط عليهم على أساس حول يحب المشكلة وهذا ظنني والله أعلى بس الرؤية بتقول كده وما كانش في حاجة تانية للمكالمة معالي وزير الصحة مبارك إنتوا عاملين إيه وتفصل عن الموضوع الهاتي حاجة تخص وزارة الصحة متأخرة بالنسباني قلت له لأ الموضوع ما يخصش وزارة الصحة النقابة عايزة تعرض مشاكلها والكياب كله محتاجين الدعم ومحتاجين السرعة في حل مشكلة فاكسير اليوم لهتمن عندنا اليوم هيفرق معانا كتير قوي 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 إحنا نتعشم إن المؤتمر ده مردود يوصل لرئيس الحكومة ومن هنا موجه إنه ده رئيس مجلس الوزراء بزيارة فاكسيرة إنه لازم يحضر هنا بإذن ربنا ويشوف على أرض الواقع ويتعامل مع المشكلة بتباعتها كأمن قومي إحنا ما بنقللش بالغزل والنسيج شركات رائدة عملاقة أصارت في تاريخ بصر بس أعتقد إن البناء آدم لازم يعيش عشان يلبس يعني لازم يكون موجود وفيه حياة عشان يلاقي الملبس اللي يلبسه أنا درجة أقول إن أنا شوريان حياة زي ما قلت زي نين مصر للأسف على قد ما فاكسيرة لا بعد قوموا كده إحنا بندور على تبعيتنا للأسف إحنا مش عارفين تبعيتنا المين أعتقد من يملك الصواب يملك العقاب فيه جهات أصبحت على العقاب بتاعنا بس إحنا مش عارفين إحنا تبع أي جهة بالزرط اشتركوا في القناة